بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفار نعكي في البداية بدي أنوه أنك تحضر المحاضرة السابقة اللي كان رقمها 13 ولي كانت تحكي عن النم مهم جدا تحضرها دبل محاضرة اليوم لو اطلعنا مع بعض رح تلاقيهم مكتوب كلمة فار X1 يساوي 10 هاي الفاليو هاي اسمي المتغير وهاي الداة تايب ما هي فكرة الفار؟ فكرة الفار بتحكي لك أنه أنا بسمح لك تخزن انتجر ممكن تخزن دبل ممكن تخزن سترينج ممكن تخزن بوليام والهي نفس البول يعني بكل بساطة الفار بتقبل كل الداة تايب خلينا أعطيك مثال هون أنا بخزن انتجر كيف رح يشتغل هذا الكود؟ أول إيش رح يجي لكمبيلر يسأل سؤال هل هو دبل؟ هايقول له لا عشرة مش دبل هل هي سترينج؟ برضو هيحكي له لا هل هي بول؟ برضو هيحكي له لا هل هي انتجر؟ هنا وهيحكي له صح فساعدت رح يخزنها في المماري على شكل انتجر وهنا بدي أوضح نقطة يمكن أنا ما حكيت لك إياها في المحاضرة السابقة برضو في المحاضرة السابقة حكينا عن النم وكان للانتجر والدبل الترتيب الكاتب لك يا أنا هون هو مش دائما بيكون بهذا الشكل هي فقط لتوضيح الفكرة لكن الهدف إنه في عنا وقت للتنفيذ يعني الكمبيلر بأخذ وقت عشان يعرف إيش انت بخزن وانه بصير يسأل هل هو انتجر دبل بوليان سترينج وهكذا وزي ما حكينا قبل شوي إنه هو بأخذ وقت عشان يعرف انت شو بخزن وهنا في نقطة مهمة من الأخطاء الشائع بتلاقيها عند البرمجين أنه بصير يستخدم الفار بدل الداتا تايب وهذا خطأ قاتل ليه؟ اتفقنا في المحاضرة السابقة إذا انت عارف شو راح تخزن يفضل إنك انت تعرف بشكل مباشر مثلا بدأ خزن نص فبكتب سترينج بدأ خزن يا ترو يا فولس فبكتب بول لأنه إذا انت استخدمت الفار دايما وكل مرة راح يصيري قارن هاي القيمة هي دبل ولا مول ولا سترينج ولا إنتجر فعشان ما نخلي البرفورمس توقع منا إذا انت عارف شو راح تخزن عرف بشكل مباشر طيب لو أنا مش عارف شو راح يجري داتا زي ما حكينا الداتا معنا تبيانات هو أنا بكتب فار هاي الحالة مش راح تتكرر معك كثير خلال المشروع وأكيد في المحاضرات القادمة وحعلمك كيف تأخذ الداتا من اليوزر وفي توضيح هنا ثاني أكيد هستبتسأل حالك سؤال شو الفرق بين الفار والنم النم هي بس للأرقام انتجر أو دبل الفار لا للانتجر والدبل والسترينج والبول خلينا أعطيك كمان مثال فار اكس واني محمد هو أنا صارت عندك إياها سترينج هل هي دبل؟ لا هل هي سترينج؟ يس ساعتها ما راح يكمبيل بكمبيل لأنه لقى النتيجة اللي بدو إياها ساعتها راح يخزر في المماري اكس وان محمد وهون بيكون عندك حجم السترينج فأتمنى أن تكون الفكرة صارت واضح تعال نطبقها على شكل كود عشان أتأكد أنك أنت فاهم مية في المية أنا شاءت لك فولدر جديد 14 فار وهون في عندك ميندو الدارت وفي عندك هون الميثود الاسمه بويد مين في محاضرة اليوم أنا حاب أني أرفع الديباك كونسل بيكون هون فوق عشان لما أعمل زوم للكود بيكون دايما الديباك بجانب الكود كيف رح نسويها طيب شايف هنا اللي هي Customize اكبس عليها شايف هنا Secondary Sidebar اتأكد أنك أنت عامل لها إظهار إذا كابس عليه زيك أنت بخفيها فبتمنى منك أنك تكون عامل لها شو إظهار بهذا الشكل طيب جميل كبسنا على Secondary Sidebar وتأكد إن هي ظاهرة أرضي أنت بتقدر تسكرها وتشغلها من هون طيب كيف فاضي هسه صح اكبس مرة ثانية هتتلون شو بحكي لك هون اعمل أي دراك بالدكية شايف الديباك كونسل يمسكوا زي هيك تظلك كابس على Click وزدتوا في المكان الفاضي هون هسه صار الديباك كونسل هون مثلا قلت له Print ونقطة مهمة وكل محاضراتنا ستكون بهذا الشكل خلال دورة الدار هي ظل الديباك كونسل هون هل نعمل Run وهنا في نقطة مهمة وأنا بسجل صار في عندي مشكلة إنه كبسة الرن ما ظهرت هي معناته إنه في جوال ستيديو كود علق طفيت الفيجوال ستيديو كود ورجعت شغلت الفيجوال ستيديو كود ظهرت معي كبسة الرن ممكن تسير معه عملنا Run وهي ظهر عندنا الديباك كونسل هون طب تقدر أقلل لك مثل زي هيك أتوقعك ممتاز مش محتاجين أكثر من هذا الحجب لك ممتاز وبرضو انت بتقدر تسكر الملفات بس اكبس على Explorer بهذا الشكل ودك ترجع تظهرها برضو اكبس على Explorer فنسكر زيك أحسن تعال نكتب بعض الأكواد مع بعض مثلا بدي أحكيله هنا Var لتأكد كلامي صح ولا لا number one يساوي هل نحكي هون مثلا خمسة هل لي هون يطبع مثلا number one وهي number one هون نكتب مثلا var وبدأ أحكيله مثلا first near هاي كمي الكيس وحكيله هون محمد برضو ومعطاني أي error طيب برضو بدي أكتب هون var وبيد أحكيله number two يساوي وبيد أعطيه خمسين point مثلا ثلاثين وبرضو الـ قبلها خلن نجرب البولية اللي هي احنا نحكي عنها ايش بول selected is selected يساوي true برضو ما واجهنا ولا أي مشاكل معناته إذار صح تقبل كل القيام كل أنواع data type integer double pool string قبل أنه المحاضرة بدي علمك شغلة تتأكد دايما إذا المحاضرة بيحكي صح ولا لا لأنه ممكن مثلا أخطأ صح ما في حدا بيغطاش دايما انت تست عن المعلومة كيف في هذا الشغلة اسمها run time type راح نستخدمها دايما نسخي code كمان مرة ctrl v أحكي هون number two هنا أحكي first mail هنا كمان أحكي selected run time type شو بتعمل تحكي لك شنو المتغير رهض لو عملت هالسرن اللي إنه أول وحدة هي انتجر صح ثانية string برضو صح الثالثة double يعني عليك الرابعة bool فصح إنه الvar أخذ كل ال data type لك في النهاية الكمبيلر بيعرف شو القيمة المخزنة بيخزنها في الممرض على شكل هاي ال data type وفي النهاية بيخزنها الكمبيلر على شنوع الفاليو مثلا هاي الترو معنات هبول فخزن لي يا هبول هاي دبي فخزن هدبل إبهيك انت دائما بتضمن إنك تكون متأكد من معلومتك أتمنى إنه كانت الأفكار واضحة وسهلة في المحاضرة القادمة رح نحكي عن شغلة اسمها null safety من أهم المحاضرات أتمنى إنك تحضر وتركز فيها وكالعادة إذا اهذرت المحاضرة للنهاية أعلق أي تعليق بالدكية أوضيف مع الوردة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر